اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم من جديد كابتن حشيش بداية رائعة للنادي الاهلي فرصتين للنادي الاهلي لكن حسام عادل في الداية التاسعة بيحرز هدف التقدم للنادي الاهلي بداية اكثر من رائعة طبعا ببداية كويسة يعني اكثر المدربين يتمنوا بداية طبعا زي دي في كرة في انفراد في الاول من حسام في القائم وبعدها على طول يمكن باربع خمس دهائية في الداية التاسعة هدف جميل لحسام بيخليك انت تاخد الثقة ولعبتك تاخد الثقة بس فجئنا بعدها بانكماش وازمالك قدر يستحوز على نص الملعب وكرة التانية عندنا مشكلة في القلب في الملعب مفيش يعني تعليمات واضحة ما بين ادم سامير ويوسف اسلام في حقا كانهم الاثنين بيلعبوا ديفندرات لازم يكون في حد كمان سابت لانه هو طبعا سامر بيلعب اربعة اربعة اتنين واضحة وصريحة فلازم طبعا لما هشام مصطفى وعمر معوض بيكملوا مع الاثنين اللي هما الفراودة لازم حد من الديفندرات يستنى في قلب الملعب ميباش هما بيقوموا مضطرفين شوية هذا من ناحية الشمال ويوسف اسلام ناحية اليمين وبيسيبوا لحتة القلب فاضي هي دي اللي بيبني منها نتزة ملك هجماته على رباعي خط الظهر بتاعنا اللي هما بصراحة أحسن خط موجود كشوت أولاني مع حارس المرمى أحمد عبدين طبعا عمل مط شهايل في طبعا قطع الكرات والخطورة لو التايمين بتاعه كمان فقطع الكرات سواء على الأرض أو عالي وفتحه الأجمال رائع والأهم من كده أنه هو ما بيعملش فولات على التمنتجر أو على الجنبين اللي هي بتطلع منها دي أبرز الفرصة دكتور سابت يعني فرصة هدف هدف طبعا توفيق بس أول ربع ساعة النادي الأهلي قدم شوط أول مماز جدا لكن بعد الربع ساعة الأولانية النادي الأهلي قل كتير وده بسبب أنا من وجهة نظرية شايف آه في إيجابيات كابتن سامر عبد الرحمن عنده إصرار على تحذير الكرة من تحت طب أبرز الإيجابيات إيه؟ تحذير الكرة لو جبنا اللعبة اللي هي في الدية 11 يا جماعة اللي هي تحذير الهجمة من تحت عواري الحدق ده شغل كابتن سامر عبد الرحمن باين جدا لأي حد في تحذير الهجمة من الدية 11 والثانية 29 بص هالله بنحضر الهجمة من عند حرس المرمى وبتنتهيه بص التحذير ما فيش تطفيش خالص كله بيمرر للي جنبه من عند جاية من عند إيه؟ من عند حرس المرمى هذه التمريرات تمرير كله بيتحرك كمام؟ أهو بيتمرر كرة طلع سليمة من تحت كله من تحت فده شغل كابتن سامر عبد الرحمن ولكن ققف بقى هنا ثانية واحدة ققف ثانية واحدة هنا مشكلة النادي الأهلي في التلت الأخير من الملعب فيه قرارات بعض اللعيبة هم لسه صغرين في السن عندهم بعض الفردية مفيش جماعية دي المشكلة النهاردة رايح بالكرة زي دي فين الانتشار؟ أولا لازم يكون فيه تحول أسرع من كده الحاجة التانية كمل الهجمة بص بص تصرف اللعب حسام عادل حسام عادل آه لعيب مميز جدا وهدف الدور النهاردة بيجيب ده بيوصل الهدف 17 ولكن القرار في التلت الأخير من الملعب لازم أكون جماعي أكتر من كده هنا لازم أعمل بالعرض هنا لو أنا مررت بالعرض هتكون أسهل الهجمة دي بتبين لك الميزة في النادي الأهلي في الشرط الأول وتبين لك السلبية أنا عندي تحضير من الهجمة بشكل كويس جدا من تحته وعندي فكرة مدرب ولكن نقصك الجماعية لازم اللعيب الشرط التاني يكون فيه جماعية أكتر من كده بشوف برضو في نقطة تانية بنفتقدها ودي اللي مخلينا الشرط الأول فقدين وسط الملعب للأمانة إذا ما احنا شايفين بس أنت بتكلم يا دكتور سابت الكابتن محسن صالح رئيس لجنة تحضيره موجود وفيه اهتمام كبير بقطاع الناشين ارجع تاني دي هجمة تانية برضو بتأكد لك بص هنا ضربة المرمى ممكن يشتت زي أغلب الفرق لا كابتن سامر عنده تحضير على اللعب أحمد عبدين لحضراتكم بكلمته عليه كابتن محمد حشيك كلم عليه بيحضر الهجمة من تحت بشكل كويس قوي فدي واضح أن فيه إيجابيات فيه بصمة مدرب ولكن بشوف أكرر تاني مشكلة أن ما فيه صنع ألعاب في العمق أنت بتلعب بالأربعة أربعة أتنين تحس أن حسام وإبراهيم مفصولين عن باقي الفرقة آه في بعض الشغل الفرد منهم كرارات فردية ولكن أنا لازم يكون عندي صنع ألعاب من العمق حتى لو حلعب بتلات ارتكاز يأما تلات ارتكاز يأما عشان مصطفى يتحول كصنع ألعاب أو إبراهيم عادل ينزل كصنع ألعاب عشان أقدر أشغل الفرقة من العمق أقدر أعمل هجمات أكتر كابتن حشيش محتاجين ندور على الهدف الثاني هدف الثاني طب من لعبة النادي الأهلي أكتر خاصة جالنا فرص الشوط الأولاني قدرت تحرز هدف الدية التاسعة لكن إزاي كابتن سامر يبحث عن هدف الثاني الشوط الثاني عايز أقول من المعوقات برضو اللي كانت في الشوط الأولاني أولا طبعا الهواء ضد النادي الأهلي وهواء طبعا جامد أو مأثر على طبعا طريقة لعب الفريق اللي هي بتبدأ من تحت كذلك برضو انت عارف الملعب برضو نهاية موسم فبرضو الملعب فيه بعض سيء شوية يعني مش مد اللعبة أريحية أنها تن الكرة وقدروا يلعبوا اللعب اللي هم متعودين عليه كذلك زي ما قلنا وزي ما أحمد قال أن نص الملعب عمر بعيد وشام بعيد الاثنين بلعبوا على الجناب سايبين نص الملعب لأدم سمير ويوسف إسلام لازم واحد فيهم وأعتقد أن سامر ممكن يطلع حد من الاثنين دولار في الشوط الثاني ونزل صانع ألعاب من العمق يقدر يلعب مع الاثنين الفراودة حسام عادل وإبراهيم عادل حسام عادل وإبراهيم عادل للتوأم الإخوات عندهم شوية أنانية شوية كل واحد يعني فيه منافسة بينهم وبين بعض أنه كل واحد عايز يجيب هو الهدف ففرقت في بعض الكرات الهجمات تعنادي الأهلي أنه كان فيها نوع من الأنانية شوية لازم يبقى فيها نوع من الجماعية باش فيه برضو سنة أنانية شوية لأنه برضو مصلحة الفريق هي الأهم أنه احنا طبعا اللقطة دي دي لقطة المباراة في الشوط الأول الحارس عمر كامل دي لقطة الشوط الأول عايزين نتكلم فيها يعني تصدي أكثر من رائع في النادي الأهلي يا كابتن أسامة كابتن محمد عنده مصنح راسة مرمى في النادي الأهلي شوفنا مصطفى مكلوف في 2003 شوفنا محمد أشرف كوتو شوفنا محمد الشناوي شوفنا مصطفى شوبير النهاردة بيطلع لنا حارس عمر كامل في موليد 2006 وخلي بقى أجد حارس منتخب مصر ناشئين أيضا مش الناشئين برضو مع كابتن واحدة بيتقلق النهاردة نجم الشوط الأول من وجهة نظري حارس مرمى النادي الأهلي حتى الآن عمر كامل فأنا زي ما بقول لحدك مصر النهاردة النادي الأهلي ولات في حتة حراسة المرمى بيطلع لنا حارس وعلى فكرة مش الأساسي في المنتخب لسه ولكن أعتقد بالأداء ده بالأداء ده ممكن يكون الأساسي عمر كامل حارس مرمى النادي الأهلي أكتر واحد لفت نظرك في الشوط الأول من لعب النادي الأهلي عمر كامل بصراحة حارس مرمى النادي الأهلي عمر كامل وفي مشكلة برضو تانية كابتن أسامة الأطراف يا جماعة في طريقة لعبة 4-4-2 ما بتدفعش يعني عمر سيد معود لعب كواس جدا بس الدور الدفاعي تحس ان هو بيروحوا عليه على عمر زكريا الباكرايت 2 كذلك حشان مصطفى تحس ان هو صنع ألعاب مش لعب وينج فالأطراف في مشكلة فيها فانت لازم الشوط الثاني كابتن سامر من وجهة نظري يحول طريقة اللعب لتلات ارتكاز سامة قلت يا أما صنع ألعاب هتفرق كتير مع نادي الهاتف الشوط الثاني الشوط الثاني يا كابتن حشيش كابتن سامر يبدأ ضاغط على نادي الزمالك عشان يدور على الهدف الثاني ولا يبقى عنده تحفظ شوية ويخلي اللعب في منطقة وسط الملعب وممكن نلعب على المساحات الموجودة وراء الظاهرين في نادي الزمالك أنا في رأي يلعب ضاغط من الشوط الثاني لأنه هيبقى معاه طبعا الهوى ومتقدم بهدف ممكن يحز الهدف الثاني إن شاء الله يقتل المباراة بس لازم عن طريق أنه يعمل الاستحواز الاستحواز اللي كان عامله في الشوط الأولاني كان في نص ملعبنا ملعب النادي الأهلي لازم الاستحواز يكمل للنص الثاني من ملعب نادي الزمالك ويقدر يعمله مع الهوى مع ضغط اللعيبة مع الضغط العالي ممكن ما يخرجش نادي الزمالك من نص ملعبه بس ده عن طريق أنه لازم حد من الديفندرات يستنى قدام الاثنين المساكين مع وجود صنع ألعاب من العمق يقدر يعمل شغل طبعا مع الاثنين الفراودة مش عايز طبعا إبراهيم ينزل كتير تحت لما نلعب اربعة اربعة اتنين والاثنين قدام لازم يقول اتنين في موجودين يعني صراح الاثنين الفراودة يتغطوا على الاربعة الديفنس طبعا بتاع نادي الزمالك في القصة دي يستغلوا زي بقولك التقدم بهدف مع موضوع الهوى لازم كمان يستغل الهوى في التزديدات ده مهم جدا اللي من بره ممكن تحرز أهداف كذلك برضو في الآخر طبعا لازم ياخدوا بالهم من موضوع الانذارات اللي تكلمنا عليه من الشطين احنا يعني ثلاث انذارات للنادي الأهلي ممكن لقدر لحد ياخد انذار مع الاندفاع والحماس ممكن يعني يخسر فرقة اللعيب وده مش كويس فكل واحد لازم يحرز فيه اندفاعاته شوية نقطة مهمة دكتور سابت اللي تكلم فيها كابتن حشيش أول نقطة عملية التزديد خاصة الشط التاني الهوى هيكون مع لعب النادي الأهلي ده أول نقطة تاني حاجة كرات السابتة المميز بها فريق 2006 وشوفنا في المرات السابقة لسه دلوقتي ما دخلناش في أجواء كرات السابتة هيضم معاك الهوى الكرات السابتة هتفرم معاك التزديد وحتة الانذارات اللي قال لها كابتن حشيش لازم اللعبة يكون عندها هدوء أكتر شوية التاني هو الواضح أن كابتن سامر عبد الرحمن مضرر باللعبة التركية اللي بيعملها في الضربات السابتة أن هي بتتلعب على القائم البعيد لسه ما نجحتش في الشوط الأول بس ممكن نشوفها في الشوط التاني تنجح أنه هو بيلعبها على القائم البعيد عشان يصلحها لجوه أنا شايف أن برضو عمار وليد هيبقى نقطة تحول للنادي الأهلي في الشوط التاني نزوله عمار وليد لو نزل على الطرف إحنا بنتكلم فيها أن أنت مستحوز في وسط ملعبك ولكن في وسط ملعب الخصم لسه عايز الحتة دي تتكمل كمان فوجود عمار وليد وهو العيد برضو في منتخب مصر ومن هدفين الفرقة أعتقد أنه هيدي إضافة قوية هجومية للنادي الأهلي في الشوط التاني من أكتر واحد لفت نظرك في نادي الزمالك برضو نادي الزمالك رقم عشر عبد الرحمن كمال وعمل كذا فرصة وعمل إزعاج في الجنب اليمين عايز أقول برضو نقطة تانية طبعا النادي الأهلي لازم الشوط التاني أنا بشوف أن هشام مصطفى وعمر كانوا بدخلوا لجوة شوية الحتة اللي جوة دي أفلين على حسام وإبراهيم لازم برضو يلعبوا على الطرف قلص يوسعوا الملعب شوية يفتحوا الديفنسي بتاع نادي الزمالك لما بيخشوا جوة ومعهم الاتنين رأس الحربة بالتالي الديفنسي بيخش معهم أو المساكين بيخشوا معهم مع الاتنين الأطراف بتقفل الحتة اللي هي في الثمانتاشر احنا عايزين نفتح وندي فرصة لحسام وإبراهيم عندهم ممكن حتة الاندفاع بالكرة واحد على واحد بيرقصه بيعدوا بقوتهم وصرعتهم ممكن يعني يبقى تأثيرها قوي على نادي الزمالك الانزارات الكتير برضو دي ممكن يكون تفسيرها سنة عصبية من النادي الأهلي أو محطوطين تحت ضغط برضو إنهم عايزين يحسموا الدوري المباراة مزاعة فدي ثلاثة انزارات للعيبة ونظر للمدير الفني كابتن سامر عبد الرحمن نتمنى إن شاء الله لعبة النادي لتكون أكثر هدوء نشروط تاني ويقدروا يزودوا غلة الأهداف ونقدروا نحرز الهدف الثاني والثالث كل التوفيه لعب النادي الأهلي لنروح لملعب المباراة ومعلقنا المتميز الكابتن محمد رمضان ونشوف حضراتكم بعد نهاية اللقاء ترجمة نانسي قنقر